بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متألفين على الخير متعاونين وفي سبيل الفضائل متكاتفين وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبة في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لا تعالوا بنا أيها الأحبة في هذا اللقاء لنقول معا لا لا للفرقة والانقسام لا للفرقة والانقسام أتدرون لماذا اخترت لكم هذا الموضوع حقيقة لأن مشهد توحيد أبناء هذه الأمة في صف واحد مشهد عظيم مبارك ميمون يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه لعباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا إنه مشهد يذهب النوم ويطير النوم من أعين أعداء هذه الأمة وخصوم الإسلام والمسلمين في كل مكان ولا أنسى أبدا هذا المشهد يوم وقف رستم قائد الفرس يوم من الأيام في معركة القادسية يرقب المسلمين عن بعد وهم يصلون بصلاة قائدهم وإمامهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه رآهم رستم إذا كبر سعد كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا سجد سجدوا وإذا سلموا سلموا فقال قولته المشهورة قال هيه علم محمد الكلاب الأدب ولو صدق هذا المجرم لقال علم محمد الأسود الأدب لكن أتدرون لماذا قال كلمته هذه أيها الأحبة ولماذا وصف هؤلاء الجمع الكريم الذين يصلون خلف سعد بهذا الوصف البئيس ذلك لما علمه من أحوالهم قبل إسلامهم بينما كانوا في جاهلياتهم الأولى يوم كان العرب يتقاتلون فيما بينهم يسفكون الدماء ويسلبون الأرض ويسلبون العرض وينهبون الأموال وغير ذلك من الأمور التي كانت تحصل بين القبيلة وجارتها أو وغيرها من القبائل كل ذلك ربما كان بسبب عود خشب أكلته ناقة من أرض ليست لها فيقام بسببها حرب ضروس وتقام معارك ضارية يموت فيها عشرات الألوف من الناس كل ذلك لمثل هذه الأسباب التافهة الرجل كان يذاكر ويدرس أحوال العرب في بلادهم وفي أرضهم والرجل واضح أنه كان يقرأ تاريخهم قراءة مهمة جدا في تلك الفترة الزمنية ولذلك قال قولته تلك لكنه لما رأاهم على هذا النحو ينتظمون يقفون صفوفا متراصة في صلاة واحدة إمامهم واحد قائدهم واحد قبلتهم واحدة قراءتهم واحدة يقرؤون وراءه كما يقرأ الفاتحة أو غير ذلك هذه المشاهد وهذا المنظر استفز الرجل فقال كلمته تلك لا أنسى أيها الأحبة في الله ولا ننسى أبدا يوم وقف شاس بن قيس اليهودي على باب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف هذا الخبيث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب المسجد ونظر إلى الأنصار الأخيار الأبرار الذين كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام رآهم يؤثر بعضهم بعضا رآهم يعلم بعضهم بعضا يفقه بعضهم بعضا يحنوا بعضهم على بعض فعلم أنه لا تزال فيهم الشوكة والمنعة والأخوة فراح يفكر ويفكر ويخطط ويدبر كيف يوقع العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة والملة الواحدة فراحة يعني كأنه يؤز بعض شباب الخزرج على إخوتهم أو شباب الأوس ويذكرهم بانتصاراتهم في الجاهلية على الخزرج ببعض الكلمات الشعرية والقصائد والأبيات وغير ذلك فهنا التهبت حماسة بعض هؤلاء الشباب وقام يفخر على إخوته من أبناء الخزرج بذلك فقام خزرجي ورد وقام أوسي وصد وهكذا حتى ارتفعت أصواتهم وخرجوا في ساحة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنهم رفعوا السيوف في وجوه بعضهم حتى لمع بريقها في ضوء السماء أو في وضح النهار ووصل الأمر والخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إليه عباد الله صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إليه ويخرجوا من بيته يجروا رداءه خلفه عليه الصلاة والسلام حتى توسط الفريقان وراح يصرخ فيهم بأعلى ما فيه عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة أي والله منتنة دعاو الجاهلية منتنة شعارات العنصرية منتنة أما أنا الأوان يا عباد الله أما أنا الأوان أن يعود المسلمون مرة أخرى إلى بعضهم ما أحواجنا أيها الأحبة إلى زرع بذور الإخاء ونزع جذور الشحناء والبغضاء ما أحواجنا إلى تجديد عقد الأخوة وعهد النبوة نحن وجه الشمس إسلام وقوة نسب حر ومجد وفتوة نحن من بايع مبعوث الورى ودرسنا من معانيه الأخوة عليه الصلاة والسلام هو من علمنا يا عباد الله بقال الله قال رسوله أن نحب بعضنا في الله وأن نتآخ في الله وأن يؤثر بعضنا بعضا في الله أما أن نتناحر ونفترق ونتقاسم ونختلف على هذا النحو الذي نراه من أبناء أمة الإسلام والمسلمين في بلادنا وبلاد المسلمين من حولنا فهذا هو الذي يعني يدمي القلوب والله ويدمع العيون أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهرنيكم دعوها فإنها منتنة ونزل قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا الله يا الله انظروا عباد الله هذه آيات والله لو خشعت لها قلوبنا لو خشعت لها قلوبنا لزلزلت بسببها أبداننا وأجسادنا يا عباد الله كلمات وآيات تزلزل الجبال وتحركها من أماكنها أما أنا لقلوب المؤمنين أن تحن ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بدلا من التمزق والتشرزم والتفرق الذي عليه أبناء الأمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى وصدق من قال يا رب يا رب قوم محمد قد هددوا وعلى دمارهم الطغاة توحدوا زمر الخطوب وكل أحقاد الوراء حشدت على قوم وعز المنجد والكفر جميعا أهله ملة مهما تعادوا هم على قوم يد فعلامة فعلامة يا أهل التقى لم تلتقوا وعلامة يا أهل الهدى لم تهتدوا عجبا أرغم خلاف أعداء الهدى يتوحدون وشملكم يتبدد أتوحد الأحقاد كل خصومة ومنابت التوحيد لا تتوحد أتوحد الأحقاد كل خصومة ومنابت التوحيد لا تتوحد شيء عجيب والله شيء غريب جدا شيء عجيب وغريب حتى خصوم الإسلام حتى أعداء الملة يتوحدون ولو ظاهرا يعني أمام الناس تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لكنهم يتوحدون عملوا اتحادات عملوا اتحادات في بلاد العالم اتحادات أوروبية وغيرها وغيرها عملوا اتحادات في كل المجالات المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والمالية عملوا اتحادات في كل شيء في كل شيء ونحن أبناء البيت الواحد ينقسمون على بعضهم أبناء المسجد الواحد يختلفون على بعضهم أبناء الحي أو البلد الواحد ربما يقتل بعضهم بعضا كل ذلك لماذا ومن أجل ماذا هذا هو السؤال الذي يحتاج من كل واحد منا إلى جواب يا عباد الله بني الإسلام ينتظرون فجرا بليل الوهم يخترق الضبابة وقد لاحت أشعاته وضاءة وإرهاصاته انطلقت شهابة غدا تمشي الشعوب على هداه وديم الله يحدوها ركابة الجميع عينه على الإسلام ينتظر من المسلمين المزيد والمزيد من معالم ومشاهد التآلف فيما بينهم التآخ فيما بينهم التعاون على الخير والمعروف والبر والإحسان فيما بينهم هكذا إذا اجتمع المسلمون استطاعوا بفضل من الله تبارك وتعالى أن يعيدوا لهذه الأمة أمجادها مرة أخرى وأن يعيدوا لها مكانتها وكيانها الذي ذهب هباء ومنذ زمن ولا ندري متى يعود يا عباد الله هكذا هكذا نقول لا نعم لا للفرقة لا للانقسام لا للتشرذم هكذا ينبغي أن يقولها المسلم بملء فيه يا عباد الله كذلك نستطيع أن نقف معا في هذا اللقاء وقفة مع هذه الأسباب أو إن شئتم فقولوا الطريق إلى وحدة هذه الأمة كيف تتوحد هذه الأمة هل هناك من طريق هل هناك من وسائل هل هناك من أدوات وآليات نستطيع أن نتمسك بها من جديد أخذ بالأسباب متوكلين على مسبب الأسباب مستعينين برب الأرباب جل في علاه سبحانه وتعالى هل هناك من طريق نعم هناك من طريق وهناك وسائل وأدوات مهمة جدا أن يتمسك بها كل واحد مننا حتى تعود إلينا أخوتنا في الله من جديد حتى يعود إلينا تحابنا في الله عز وجل من جديد حتى أخف عليك وتخف علي حتى أدافع عنك وتدافع عني حتى أنصفك وتنصفني وهكذا حتى نقف جميعا في وجوه كل من أراد هدم هذه الأمة واستئصال شأفة أبنائها لن نستطيع التغلب على أعداء الإسلام والمسلمين إلا إذا كنا وحدة واحدة إلا إذا كنا يدا واحدة إلا إذا اجتمعنا على قلب رجل واحد هكذا هكذا تعلمنا من قرآننا وسنة نبينا هكذا تعلمنا حتى من تاريخ الأمة من تاريخ الأمة في عالم الناس الأمة لم تنتصر في أمنا الأيام ولم تقف على أقدامها ولم تسد العالم هنا وهناك إلا لما التحمت فيما بينها أما الفرقة والتشرذم فهذا هو الذي يعني يضعف هذه الأمة ويفقدها مكانتها بين الأمم هكذا يا عباد الله تفكرين معي القصة المشهورة جدا والتي حكيت في بعض الكتب القديمة وهو مثال طيب صراحة يعني فيه دروس وفوائد معبرة ومهمة جدا قصة الثران الثلاثة المعروفة المشهورة الثور الأبيض والأحمر الأسود لما كانوا عايشين مع بعض حياة ملؤها التآلف والحب والإثار يخدم بعضهم بعضا وهكذا فلما جعل أسد في يومنا الأيام نظر إلى نفسه وإلى هؤلاء الثلاثة أيقن أنه لا قبل له بهم مجتمعين يعني ما يستطيع ما يقدرش عليهم كلهم مع بعض إذن لا بد من تفريقهم لا بد من تفريق شملهم وتمزيق صفهم ولذلك بدأ هذا الماكر في خطة وضعها لنفسه واحتال عليهم بها فراح إلى اثنين منهما وقال يعني لماذا يقسم الطعام على ثلاثة لو أنه الاثنين لكان أفضل وأخذ يبغضهم في أخيهم الثالث حتى خانوه وغدروا به وسلموه لهذا الليث أو الأسد فالتهمه وافترسه على عينهم يعني أمام عيونهم لم يحركوا ساكنا لم يتذكروا يوما أكلوا فيه مع بعضهم لم يتذكروا يوما عاشوا فيه مع بعضهم لم يتذكروا أنهم أبناء جنس واحد أو لون واحد أو دين واحد أو غير ذلك نسوا كل ذلك وقالوا لا خلاص خلاص خلوا بين أخيهم وبين الأسد فافترسه وكان هذا هو الثور الأبيض رحل حاله يعني بعد فترة الأسد جع مرة ثانية طب يعمل إيه لا يستطيع أن يهاجم اثنين من الثيران فرح إلى أحدهما ووسوس إليه من جديد وقال لماذا لا تكون أنت صاحب السيادة والريادة ولماذا هذا أصلا يعني يشاركك في كذا وكذا قال ماذا أصنع قال تخلص منه قال لا أستطيع أنا لا أستطيع فإن هي هو أخي وهو وهو قال خلاص اعمل نفسك ماذا أخذ بالك خلي بيني وبينه وبالفعل بالفعل فعل ذلك وافترس الأسد الثورة الأحمر ولم يبق إلا الثور الأسود فلما جع الأسد للمرة الثالثة لم يجد أمامه صعوبة أبدا في افتراصي هذا الثور الأسود فلما رأى الأسد مقبلا عليه تذكر أخاه الذي تخلى عنه في الماضي وهو الثور الأبيض فقال قولته المشهورة التي يحفظها كثير من الناس أكلت يوم أكل الثور الأبيض أكلت يوم أكل الثور الأبيض هذه الحقيقة المرة التي تخفى على كثير مننا يا عباد الله هذه الحقيقة المرة أقولها بملء فيه و الله ما أكلت فلسطين إلا لما أكلت الأندلس حتى ولو كان قبلها بعشرات السنين ولا بمئات السنين ما أكلت فلسطين إلا ما أكلت الأندلس وما أكلت العراق إلا لما أكلت فلسطين وما أكلت أي بلد مسلم أي بلد مسلم يؤكل أو يحتل أو يغتصب أو يعتدى على أهله أو كذا إلا لما فرط هو لما فرط هو واستهان هو بأخيه المسلم هنا أو هناك أو بولد مسلم هنا أو هناك ووقف متفرجا عليها لأن الدائرة تدور على الناس الدائرة تدور سبحان الله القدير والأيام دول بين الناس الأيام دول يا عباد الله فالواقف يتفرج اليوم على بلد مسلم أو على أخلف الإسلام يحتاج إلى إعانته يحتاج إلى أغاثته ووقفه هو يستطيع أن يغيثه يستطيع أن ينصفه يستطيع أن يعينه يستطيع أن وأن لكنه وقف متفرجا سلبيا قال لا خليه أنا مالي خليني في حالي هذه الأموال ولا هذا الجهد خلينا أدخل لنفسي ولا الأبناء فهذا ستدور به الدوائر لأن الأيام دول والجزاء من جنس العمل إذن أيها الأحبة في الله هذه الحقيقة هذه الحقيقة وذلك ينبغى أن نتمسك بالوسائل والطرق التي تؤدي إلى وحدة هذه الأمة وتماسك هذه الأمة من جديد وأول هذه الوسائل الاعتصام بحبل الله وذلك لن يكون إلا بصلاح العقيدة الأمة بحاجة إلى أن تتربى من جديد ليس معنى هذا الكلام أن المسلمين يعني كفروا بالله لا 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 والله ما قصدت ذلك أبدا وما كان لي أصلا أن أفكر في مثلي هذا الأمر لكن أنا قصدت أن نربي أنفسنا وأبناءنا وهذه الأجيال من جديد على العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية من كل الشوائب والأدران عايزنا ننقي قلوبنا ونصفع عقائدنا يا عباد الله أنتم والناس ونحن نرى فرق ضالة جدا منتشرة بين شباب الأمة في كل مكان فتجد الروافد وتجد الخوارج وتجد الإلحاديين وتجد 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 تجد كثيرا جدا من أبناء هذه الفرق الضالة تنتشر في أيامنا وفي زمننا في مجتمعاتنا التي لم تكن تعرف مثل هذه الأمور من قبل الآن بدأ الانتشار في كل مكان وشبابنا بيخدعوا ويضحك على عقولهم بكلام معسول أحيانا أو بإغراءات معينة أحيانا أخرى أو بالتدليس والتلبيس على عقولهم حينما تثار أمام عقولهم بعض الشبهات التي لا يستطيع أحدهم أن يفندها أو أن يحللها أو أن يرد عليها مسكين مسكين فتراه يقع في هذا الأمر يعني من كم يوم حضرت كده موضوع كده نقاش بين اثنين من الشباب واحد بيحكي للتاني بيقول له يعني لو حد قبلك في مكان وقال لك يعني ما الذي أدراك أن محمدا هذا النبي وأنه أنزل عليه كتاب من الله عز وجل ما يمكن هذا الكتاب هو جابه من عند نفسه يعني إيش عرفك أنت شفته أنت رأيته أنت طلعت عليه والقرآن نزل عليه من عند ربه سبحانه وتعالى سكت الثاني وكانت مفاجأة بالنسبة لي قلت له مش عارف ترد قال لا ما أعرف أرد أو لي أنا مش عارف يمكن أنا بخاف أتكلم في حاجة أنا مش فهمها تطلع غلط ومن قال لا أدري فقد أفتر وأن ترد المحتاجة فتوى أصلا هذه تحتاج إلى فتوى فهم يستضمت لهؤلاء الشباب المساكين أو شاب آخر عنده عقدة نفسية معينة أو عنده تعب معين في الدنيا زعلان من شيء معين مكتئب بسبب شيء معين عنده تجربة قاسية مع واحد من الناس يقول قال الله قال الرسول وكان بالنسبة له في ابن الأم قدوة وأسوة ومثل يحتذ به فانهدمت الأسوة والقدوة في عينه فأصيب في قلبه بقبول مثل هذه الترهات والخزعبلات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان حتى رأينا بعض الشباب حتى على الشاشات في جرأة غير مسبوقة والله والله غير مسبوقة يتحدثون عن ذات الله عز وجل كأن أحدهم يتحدث عن إيه سبحان الله ما هذا وتفتح لمثل هؤلاء الشباب الأبواب على مصرعان يتكلموا بمشاء في دين الله عز وجل ويشوشوا على عقائد المسلمين ويأخذوا بأيض بعض شباب الأمة إلى الإلحاد والعياذ بالله إلى الإلحاد والكفر المبين بكلام مسموع الجميع يسمعه سبحانه ما هذا لماذا وصلنا لهذه الدرجة الطريق إلى وحدة هذه الأمة لن يكون إلا بالاعتصام بحبل الله وتربية الجيل على العقيدة الصحيحة الصافية يا عباد الله على حب شريعة الله وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هكذا معظم الذين لا يقبلون قال الله قال رسوله ولا يقبلون شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لو دققت النظر في أحوالهم يا عبد الله لرأيت معظم هؤلاء إما أنه تربى في محاضن غير إسلامية أو إما أنه ضحك عليه وغر به ولبست عليه بعض الشبهات وبعض الآيات والأحاديث ففاهما فهما مغلوطا على حسب مزاج وهوى من فهمه وعلمه سواء كان ذلك في بعض الجامعات الغربية أم في بعض المنتديات أو عن طريق بعض المواقع والصفحات أو غير ذلك من الأمور أو غير ذلك من الأمور حتى نرى أحدهم يجلس ويصنع من نفس العلام الفقيه الفهامة الذي لم يفهم أحدهم في الدنيا مثل ما فاهما هو ليلبس على الناس دينهم وليهدم آيات وآيات في كتاب ربه سبحانه وتعالي فالقضية تحتاج بالفعل العقيدة أيو الله تحتاج العقيدة ولا نستهن لا نستهن بمثل هذه العقيدة الصافية النقية التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام ومات عليها وعلم الأمة إياها لا نستهن بمثل هذه الأمور يا عباد الله